شارك سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيطالية بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الإيطالية الصديقة بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وعبر وزير الخارجية في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن أطيب التهاني إلى الجمهورية الإيطالية حكومة وشعبا بمناسبة الاحتفاء بيومها الوطنية السادس والسبعين تزامنا مع اليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكدا سعادته حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على توطيد أواصر التعاون والشراكة والصداقة الوثيقة والعميقة بين البلدين الصديقين وأضاف أن العلاقات البحرينية الإيطالية اكتسبت نقلة تاريخية نوعية بزيارة رسمية لصاحب الجلالة الملك المعظم إلى روما في عام 2008 وما شهدته من توقيع للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتواصل الروابط الودية بإجراء سبع عشرة زيارة رسمية وبلوغها أزهى مسوياتها بزيارة صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى روما في فبراير 2020 وافتتاحه مقر السفارة البحرينية لتكمل دور السفارة الإيطالية المتواصل في المنامة منذ عام 2002 وأعرب الزياني عن تطلعه وثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد شراكة الاستراتيجية بين البلدين والبناء على ما تحقق من روابط قوية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعاون المثمر في مكافحة جائحة فيروس كورونا وغيرها من المجالات بما يعود بالخير والازدهار على كل البلدين وثمنيا للجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق دوام التقدم والرخى من جانبها تقدمت سعادة سيدة باولا أمادي سافيرة الجمهورية الإيطالية للمملكة البحرين بالشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية على الاهتمام بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والصداقة بين البلدين وما تشهده من تطورات نوعية بافتتاح المملكة لسفارتها في روما وتسيير رحلات جوية مباشرة إلى ميلا وروما وغيرها من التطورات الإيجابية تزامنا مع الاحتفاء بليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية وتمنية لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار